شارك صاحب السمو الملكين أمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بحضور سعادة الدكتور عبدالطيف الراشد الزياني وزير الخارجية وعدد من كبار المسؤولين في مراسم الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي والتي قيمت اليوم في العاصمة اليابانية توكيو وقد شاد سموه بجهود الفقيد الراحل ودوره في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتنميتها على مختلف الأصعدة مستذكرا سموه سامات الفقيد في خدمة بلده مؤكدا حرص مملكة البحرين على مواصلة تطوير العلاقات بما يصب في تحقيق الأهداف المشتركة ويعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين اشتركوا في القناة شكرا 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 شكرا